هل فعلاً أول جرعة كرياتين بتغير كل شي جواتك؟ وتخيل إنك بتاخد معلقة كرياتين وفجأة بتحس بشي غريب بجسمك؟ شو اللي بصير بخلاياك؟ بعضلاتك؟ بدماغك وحتى بمزاجك؟ ليش البعض بيزيد وزنه أول أسبوع؟ ليش ناس بتحكي إنه بيخرب الكلة؟ وهل فعلاً مكمل للعضلات؟ ولا ممكن يكون علاج سري لمرضى السكري وهشاشة العظام وضعف التركيز؟ هو ليش لازم أعمل تحميل الكرياتين وأزيد في جرعاته وأبالك؟ بأفضل وقت ممكن آخذه وبصراحة هل هو فعلاً آمن؟ وإذا أنا بطلت آخذه هل برجع كل شي زي ما كان وبخسر الفوائد لأخذتها؟ بحلقة اليوم رح نفك كل الأساطير نحكي لك عن قصة الكرياتين من أول ما يدخل معدتك لحتى يوصل لأدق خلية بجسمك من العضل للدماغ ومن أداء للطاقة ومن العافية للحذر تابع الحلقة للنهاية لإنه الجواب مش بس رح يغير نظرتك للكرياتين بل ممكن يغير طريقة فهمك للموضوع بالكامل جهّس حالك وإحضر فنجان قهوة ورق وقلم وخلينا نحكي عن كل التفاصيل مرحبا وكيف الحال؟ معك أحمد سمارة واليوم رح نحكي عن كل ما يتعلق بالكرياتين من إيش بصير بجسمك من أول جرعة كرياتين أنت بتاخدها وانتهاءاً بمتى لازم تبطله وإيش لازم تعمل لو بدك تاخده مدى الحياة والأهم من هذا كله إنه إيش هي الجرعة الآمنة لما بدنا ناخده وحتى نقدر نستوعب الكرياتين ضروري تعرف شو بيصير في جسمك من أول ما توصل جرعة الكرياتين لمعدتك ويبدأ جسمك يستنفر خلال أقل من ساعة الكرياتين بتم امتصاصه بالكامل في الأمعاء الدقيقة بدون تكسير وعلى عكس البروتين العادي اللي عادة بتكسر في الأمعاء وهذا بدلك قديش جسمك بيعرف إنه الكرياتين هذا إشي فخم فهو بمتصه كجرعة واحدة كاملة زي بالضبط الفي آي بي بدخل الكرياتين إلى داخل الدم كأنه شحن الطاقة خام وبتمتصه العدلات اللي بتشفطه بسرعة وبتخزنه مع المي داخل خلاياها باليوم الأول بتحس بفرق بطاقتك فبتحس بطاقة أقوى تركيز أعلى شعور غريب كأنه جسمك عم بيشتغل بكفاءة أعلى من المعتاد على اليوم الثاني والثالث بتبلش الخلايا العضلية تتنفخ بسبب احتباس الماء الخفيف والنتيجة شكل عضلات ممتلئ مشدود حتى ممكن يزيد وزنك تقريبا من كيلو أو اثنين بس أكيد مش مي بتكون دهون على اليوم الرابع بيجي دور الدماغ فالكرياتين بدخل الخلايا العصبية وبيشحنها بطاقة فورية بتلاحظ تحسن بمباشر بالتركيز وصفاء الدهن حتى المزاج بصير أهدى أما الكلا اللي رح نترك موضوحها لآخر الحلقة واللي عشان هيك أنا ما باخد الكرياتين فبتبدأ الكلا تبلش تطرد الكرياتين الزايد اللي بتكسروا بصير على شكل كرياتينين عن طريق البول عشان هيك ضروري إنك تشرب كميات مية كبيرة وكافية واللي ممكن تحس بصداع أو إرهاق ومع اليوم السادس والسابع العضلات بتصير مش بس مليانة بتصير عبارة عن جاهزة للانفجار وبتلاحظ فرق بالأداء والاستشفاء والتحمل الرياضي كأنك فجأة صرت نسخة أقوى من حالك بسبعة أيام وهيك بتصير أنت فتحت باب وفصل جديد لجسمك أثناء التمرين الرياضي ولكن إيش هو الكرياتين؟ الكرياتين هو بروتين عضوي عبقري الجسم بيصنعوا لحاله من ثلاث أحماض أمينية أبطال هم الأرجينين، الجليسين والمثيونين هذول التلاتة بيجتمعوا داخل الكبد والكلاء والبنكرياس عشان ينتجوا تقريبا من واحد إلى ثلاثة جرام من الكرياتين يوميا بس لحظة هذا الكرياتين وين بروح بعد ما يتم إنتاجه؟ كل بساطة بركب الدورة الدموية خلال الدورة الدموية بنتقل بسرعة إلى العضلات، القلب، الدماغ، والحيوانات المنوية يعني باختصار الكرياتين بيغذي كل جزء بجسمك محتاج لطاقة فورية طب شو بصير في الكرياتين لما يدخل داخل الخلية؟ كل بساطة هو مثل الجندي المجهز بطاقة خارقة بمجرد ما يدخل الكرياتين إلى داخل العضلة بتم شحنه بإضافة مجموعة فوسفات إلى الكرياتين وهيك بصير اسمه فوسفو كرياتين هاي النسخة هي عبارة عن نسخة مخزنة للطاقة بمثابة بطارية جاهزة للاستخدام الفوري السريع بالضبط مترتسارع سيارات الكهرباء بالمقارنة لما تقارنهم بسيارات البنزينة والديزل ولما تحتاج عضلاتك لطاقة خصوصا بالحركات المفاجئة أو التمارين الثقيلة ما بيستنى جسمك يصنع طاقة من الأكل أو من الدهون بتروح فورا بتفك الفوسفو كرياتين وتحرر الطاقة الفورية عن طريق إعادة إنتاج جزيئات الـ ATP وهذه هي العملة الرسمية للطاقة يعني الفوسفور بطوله من الكرياتين بحطه للـ ATP وبهاي الطريقة الكرياتين مش بس بدعم قوة العضلة هو بيحمي عضلاتك من التعب وبساعدها تكمل أداء عالي لفترة أطول وبزيد من قدرتها على إعادة بناء وتضخيم العضلات بعد التمرين طبعا لسوق الحظ الكمية الموجودة من الكرياتين بتكفي عضلاتك من 6 إلى 10 ثواني فقط من الجهد العالي واللي بيزداد لما بتاخد مكمل الكرياتين 50 إلى 60% يعني بيصير 12 إلى 15 ثانية البروتين هو حجر الأساس للقوة العضلية والمناعة وحتى على التوازن الهرموني بس كتير في ناس بتركز على المكملات زي الكرياتين وبتنسى الأساس واحتياجك اليومي من البروتين الكرياتين صح أنه مركب من أحماض أمينية بس هو مش زي البروتينات العادية هو ما بيتفكت لأجزاءه الغذائية المكونة إله بل بتحول للكرياتينين واللي ارتفاعه بالدم ممكن يضل الفحوصات الكلة عشان هيك إذا ما بتاخد احتياجاتك الأساسية من البروتين الكرياتين لحاله مش رح يفيدك وإذا بتسأل إنه قديش لازم أخذ بروتين في اليوم فإنت لازم تاخد تقريباً 0.8 جرام لكل كيلو جرام من وزنك يومياً ممكن توصل لواحد ونص أو حتى 2 جرام لكل كيلو جرام من وزنك للرياضيين وحتى تفهم التفاصيل تابع الفيديوهات الموجودة بالقناة وتحديداً فيديو البروتين واللي ممكن يجاوبك على كل أسئلتك اللي بتدور عليها هلأ إذا أنت بدك تخسر وزنك وتبني عضلاتك وتعالج مقاومة الإنسولين الموجودة عندك من جذورها بحميات منخفضة النشويات أو حميات الرياضيين متوسطة النشويات إحنا جاهزين لنساعدك في عيادتنا اللي بتوصلك وين ما كنت حول العالم رقم العيادة ورابط الاشتراك موجودين بصندوق الوصف ومثبتين في قسم التعليقات عشان هيك خلي خطوتك الجاية تكون بداية التغيير الحقيقي لصحتك بمشيئة الرحمن قبل ما نحكي عن الجرعة الآمنة للكرياتين خلينا نبدأ ونجاوب على السؤال اللي رح يغير نظرتك لها المكمل هل الكرياتين بس للرياضيين ولا ممكن يكون أداة علاجية لأمراض مزمنة؟ بالحقيقة الكرياتين أثبت فعالية مذهلة في دراسات علمية حديثة خصوصا بمجال السكري النوع الثاني الكرياتين مش بس طاقة للعضلة هو مفتاح ذكي بساعد لغلوكوز يدخل على الخلية بدون ما الجسم يضطر يفرز ويضخ إنسولين زيادة يعني بدل ما يصير فيه عندي ارتفاع في السكر والإنسولين الكرياتين بسهل النقل الداخلي للسكر من الدم إلى داخل العضلات والألياف العضلية وهي خطوة ذهبية للي بعانوا من مقاومة الإنسولين أو بلشوا بمشوار الشفاء من مرض السكري شافاهم الله وهون المفاجآت ما بتخلص في الكرياتين بيشتغل كحارس شخصي للعضلات مع التقدم بالعمر أو مع الرجيم القاسي بنخسر عضلات بدون منحس وهي الخسارة بتأثر على الحرق القوة وحتى على الصحة العامة الكرياتين بيقلل من هدم الأنسجة العضلية وبيحافظ على أليافها هذا بساهم في رفع الحرق عندك حتى وإنت مرتاح وإذا كنت بتحاول تخسر دهوم بطنك ما تتوقع الكرياتين يذوبها مباشرة ولكن بيساعد أنه يزيد قدرتك في تمرينك ويعطيك قوة أكبر تسترجع طاقتك بسرعة أكبر وبتحرق أكثر بكل تمرين مع الوقت النتيجة بتصير خسر أنحف وبطن مشدود والمفاجأة الأكبر أن الكرياتين مش بس للأداء الجسدي في أبحاث بتبين أنه ممكن يكون أمل جديد لمرضى الفايبرومالاجيا تخفيف واضح في الآلام العضلية وتحسين بالنشاط اليومي أما إذا بنحكي عن الناس اللي عندهم مرض التصلب اللويحي بساعد الخلية العضلية والعصبية إنها تنتج طاقة أكتر فبيحسب من التوازن والحركة عندهم إذا بنحكي عن الدماغ فالكرياتين بيلعب دور شاحن خارق للخلايا العصبية عشان هيك بيزداد تركيزك وذاكرتك وحتى مزاجك خصوصا بأيام الضغط أو اللي بيكون فيها قلة نوم أما إذا بنحكي عن الرجال فالكرياتين بيدعم الأداء الجنسي بطريقة غير مباشرة هو بكل بساطة برفع طاقتك ثقتك بنفسك وبيحسم من تدفق الدورة الدموية فبيزداد قدرتك الجنسية ختامها مسك بالكرياتين فهو بيحافظ على كثافة العظام وبيحمي من الهشاشخ خصوصا عند الكبار في العمر وعند السيدات بعد عمر الأمل وهون وصلنا لجرعة الكرياتين اليومية المثالية فجرعة الكرياتين اليومية لمعظم البالغين هي من 3 إلى 5 جرام يوميا بغض النظر عن الجنس وكمان بيفضل أنك أنت تاخذ الكرياتين كل يوم حتى في أيام الراحة حتى تحافظ على التشبع في العضلات هلأ فيه ناس بروحوا بيعملوا إشي اسمها طريقة تحميل الكرياتين هدول الأشخاص بياخدوا 20 جرام يوميا لمدة 5 أيام مقسمة على 4 إلى 5 جرعات في اليوم الواحد وبعد هيك بروحوا لجرعة الصيانة الي هي من 3 إلى 5 جرام في اليوم هاي الطريقة بتسرع تشبع العضلات بالكرياتين لكنها مش ضرورية ويمكن الاكتفاء بأنك تاخد الجرعة الثابتة من منذ البداية وتضلك ماشي عليها بشكل عام العضلات بتوصل للإشباع بالكرياتين بعد يومين لثلاثة يعني بكل بساطة أي يوم زيادة عن الثالث هو خسارة على الكرياتين اللي بتاخده لأنه بتراكم في الجسم وبتحول لكرياتينين اللي بتضطر الكلاء تتخلص منه في البول وهون يجي للسؤال الأهم هو الكرياتينين بطلب مي ولا لا؟ كل بساطة أه بطلب مي وبكل جدية الكرياتين بيشتغل بجسمك من خلال أنه بيسحب المي لداخل الكتلة العضلية وهيك بيسرع من الأداء الرياضي بالإضافة لوجود الطاقة فبالتالي جسمك بيصير عطشان أكتر إذا ما شربت مي كفاية بيصير عندك صداع وتعب وتشنج عضلي وحتى مشاكل بالهضم فالقاعدة الذهبية أنه لكل واحد جرام من الكرياتين بدك تشرب من 100 إلى 300 مل من الماء يعني لو بتاخد 5 جرامات من الكرياتين بدك تشرب ما بين نص لتر إلى لتر ونص موزعين على النهار وهون رسالة للأشخاص الكسالة اللي بدوا ياخد الكرياتين بدون تمرين فبكل بساطة هذا المكمل مش سحري يعني مش حبة سحرية لبناء العضلات بدون مجهود فالكرياتين ما بيأدي لتضخيم عضلي حقيقي إلا إذا ترافق مع تمرين مقاومة شديدة لأنه بيعمل هو على أنه زيد القمية الوقود الفوري داخل الخلية حتى يعزز من القدرة على أداء تكرارات أعلى وأوزان أثقل وبالتالي بيسرع نموه العضلة وبزيد من احتباس السوائل داخل الألياف العضلية هذا الإشي بيعمل مظهر أكثر امتلاءاً لكن الكرياتين ما بيفيد في كمال الأجسام بس لحاله بل برضو بيفيد الناس اللي بيعملوا تمارين التحمل زي الكارديو مثل الجري والدراجة من خلال تقليل التعب العضلي وتسريع الاستشفاء وبيخفف من الالتهابات العضلية اللي بتصير بعد التمارين الطويلة هلأ إذا انت بطلت تاخد الكرياتين إيش بيصير؟ كل بساطة لما تتوقف عن استهلاك الكرياتين بقل مخزون العضلات وبينزل شوي شوي خلال أربع إلى ست أسابيع ورح تراحت فرق بسيط بالأداء خصوصاً بالتمارين اللي بتطلب طاقة سريعة زي رفع الأوزان العالية والركض بسرعة سريعة ويمكن كمان ينزل وزنك شوي بنزله من واحد لتنين كيلو جرام بس مش عضل هاي بس المي اللي كان حبسها جوه العضل زمان وجسمك برجع بصنع الكرياتين الطبيعي لحاله زي أول بس ببساطة رح تخسر شوي من الفوائد اللي كنت انت تاخدها لما كنت استخدمه سابقاً لكن متى لازم نوقف استهلاك الكرياتين؟ هل يعتبر الكرياتين مضر للكلة؟ كل بساطة الكرياتين يعتبر من أكثر المكملات الغذائية أماناً وما بسبب ضرر لا على الكلة ولا على الكبد عند الأصحاء خصوصاً إذا عمالهم بياخدوا الجرعات المناسبة من 3 ل 5 جرام يومياً مع كميات كافية من المي فهيك أمورك بتكون بالسليم لكن إذا في عندك مشاكل في الكلة أو عندك ظهور لأعراض ارتفاع ضغط الدم غير المبرر أو تورم مستمر واحتباس بالسوائل وقتها لازم توقف مشكلة الكرياتين لما منستهلكه بزيد من إنتاج الكرياتينين والكرياتينين هذا لما بيزيد هو ناتج طبيعي غير سام لكن هو من المؤشرات اللي بيستخدموها الأطباء كمؤشر أساسي في قياس وظائف الكلة وهذا الإشي هو اللي بخلي الأخصائيين والأطباء عادة يخافوا من استهلاكك للكرياتين عشانه من وجهة نظري بفضل أنك تتوقف عن تناول الكرياتين قبل أي فحص مخبري لوظائف الكلة بأربع إلى ست أسابيع على الأقل حتى لا تأثر قراءات الكرياتينين المرتفعة والناتجة عن استهلاكك للكرياتين على تشخيص الحالة لأنه ارتفاع الكرياتينين بسبب استهلاكك للكرياتين قد يفسر خطأا على أنه قصور كلوي رغم أنه الكرياتينين نفسه مش سام إلا أنه تراكمه في حالات فشل الكلة وأمراض الكلة المزملة بأشر على خطر حقيقي بسبب ترافقه مع ارتفاع لمخلفات سامة مثل اليوريا الفوسفور البوتاسيوم حمضية الدم الهوموسستين والأنترلوكين سيكس عشان هيك ورغم فوائد الكرياتين الكبيرة بنصح بإجراء تحليل لوظائف الكلة كل ست شهور بعد التوقف من استخدامه شهر راحة عند استخدامه باستمرار فالكلة مش إشي بيستهان فيه ومراقبتها ضرورة لا رفاهية في هيك حالات بدي أسمع منك هل بتستخدم الكرياتين ولي إيش بتستخدمه وكيف أثر إيجابيا على قوة عضلاتك وتركيزك وذاكرتك وحتى مزاجك والأهم إش هي الجرعة اللي عمالك بتاخدها يوميا وهل بتعمل فحص لوظائف الكلة بشكل دوري أو تاركها على التساهيل اكتب لي جوابك بالتعليقات وحكي لي تجربتك وشارك لي الأجر لأنه تعليقك ممكن يكون نقطة تحول لحد غيرك عم بيقرأ ويستفيد وإذا بدك تعرف أكثر عن دلالات رغوة البول وتأثيرها على صحة الكلة فاكبس الرابط اللي هون وخلينا نكمل الرحلة مع بعض بأمان الله مع السلامة باي